هناك نقطة أخرى سألوني عنها كثيراً في قضية ما يروج عن تعذيب الجنرالات وتم الحديث عن عبد الرحمن عرعار الذي كان قائد للدرك الوطني وقبل ووسين بوعزة وعبد القادر لشخم الذين يروج أنهم يتعرضون إلى التعذيب في مركز عنطر وبعد ذلك وهنا الآن يتحدثون عن عبد القادر لشخم بأنه يعذب في البليدة وما إلى ذلك أقول هالكم بالمختصر المفيد كل هذه أكاديب لا يمكن أبداً أنه جنرال أو حتى ضابط مسؤول أو حتى ضابط بيدرجة سليطنة لا يمكن أن يعذب مهما كان الجرم الذي ارتكبه أقول لكم هذه كلها أكاديب هذه تأتي من أشخاص ماذا هدفهم؟ أولاً يحاولون التمهيد إلى أنه تعذيب سائر يقول لك هو جنرال يتعذب كيف حال موقفين الآخرين ليهما يقولوا بأنهم موقفين الحراكة إذا كان الجنرال كان يملك المسؤولية هذه النقطة الأولى تمهيد إلى ملفات أخرى تتعلق بتعذيب آخرين أمر آخر يريدون أن يقولوا بأن لديهم معلومات من غرف التعذيب في رأيك أن الجنرال يأخذ ويعذب والمعلومة تصل إلى فلان عايش يقضي في إجازته في جنوب تركيا أو في إسبانيا أو في بريطانيا يقضي في إجازته وجه معلومات تحدث في غرف مغرقة يا رجل إذا كان عندك معلومة على تعذيب الجنرال بوعزة يعني رك كنت معاه رك كنت معاه ما كلام فارغ يريدون منه إظهار أن لديهم معلومات ويريدون أيضا الضغط على السلطات ويريدون أيضا إظهار هم يصوري لكم هؤلاء الجنرالات أنهم في جناح يسمونه القيد صالح القيد صالح امتلك قيمة كبيرة لعندها الجزائريين يريدون أن يقولوا هما عارضوا القيد صالح وجرموه من قبل لا يمكن يقولوا أنه الآن يقولوا أن القيد صالح رجل فاضل وكذا وكذا وهؤلاء انقلبوا عليه لا هذا مجرم أننا قلنا لكم من قبل أنه مجرم وها هو الدليل أن هؤلاء الجنرالات فاسدين وها هما الجنرالات هذوا فاسدين وكذا 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 هاهم يسجنوا فيهم وفي نفس الوقت حتى لا يقولوا أن هذه السلطة الجديدة تسجل في جنرالات فاسدين حتى لا تكون نقطة إن كان صحت هؤلاء المعلومات صحت هذه أن هؤلاء فاسدين بسبب القيد صالح إذا صحت هذه المعلومات ما يريدون أن هذه النقطة تكون في صالح السلطة الجديدة السلطة الجديدة لم ترحم حتى جنرال كان مع القيد صالح لما ثبت عليه الفساد لا حتى لا تكون نقطة جديدة يقولون أنهم يتعرضون للتعذيب حتى يقولون أنها السلطة تعذب كذا كذا وتنتهك حقوق آمر آخر يحوله إلى صراع أجنح أن هذه عصابة ضد عصابة سابقة تتمثل في عصابة القيد صالح وها هي تتصارع فيما بينها وتصفي حساباتهم وبذلك يضربون المرحلة مرحلة القيد صالح ويضربون المرحلة الحاضرة بهذا الأسر